السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحاش الاخبار واليوم يا شباب رجعت لكم فيديو جديد وبهذا الفيديو رح اشرح لكم عن نقل المقاطعة في كتير ناس مش فاهمة ايش هو نقل المقاطعة خاصة السيربرات اللازلة عندها نقل جديد تكون هذا الحدث حدث النقل من ثلاث مراحل اول مرحلة اللي هي قبل الانطلاق اللي بقدر فيها الحاكم يغير حد قوة المقاطعة بقدر يرفعها مثلا احنا متصدرة الحد الاعلى هو مية وخمس وتسعين مليون القوة حسب المقاطعات الغير متصدرة الحد تاتمية مليون بس لاسف احنا دايما بحطونا متصدرة وبطلع الحد مية وخمس وتسعين مليون والمرحلة الثانية هاي المرحلة اللي بقدر فيها الحاكم يميرسل دعوات منها دعوات خاصة او دعوات عادية فانت اذا بدك تروح تنتقل لمقاطعة وقوتك عالي مثلا اوتاتك عالي فبتحكم مع الحاكم وهو برسلك دعوة خاصة او اذا بدك تقول على البدري الحاكم برسلك دعوة عادية واغلب الحكام دايما بحطوا هاي الدعوات الخاصة والعادية للناس اللي اقوياء فهمت علي وبس تنتهي المرحلة الثانية بتيجي المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة هي ايش؟ هي انك بتقدر تنتقل لاي مقاطعة بدون ما حد يرسلك دعوة بس اهم شي تكون مستوفي هاي الشروط اول شرط اللي هو القول اللي بيكون موجود على المقاطعة اللي بدك تنقل عليها وعندك ثاني شرط اللي هو ما تكون مطلع ولا جندي برا وثالث شرط انك تكون طالع من تحالفك ورابع شرط اللي هو ما في عندك مصابين بالمشفى او عندك بالتجنيد اي جندي يعني قبل النقل يعني لازم تحط تكون حض درع احطيات بلاش حد يهجم عليك ويصفرك ويخرب عليك النقل وعندك هاي باقي الشروط اللي هي رجلة الاحتراق من مستوى تاعتين او اعلى واهم شي انك ما تكون حاكم لاي مقاطعة وكمان لا تكون فاتح بحسابك اكثر من اربع شخصيات لانه الحد صار تقريبا اربع شخصيات حاليا ما تحديثات اللي اجت لانه زمانك كان بامكانك تفتح اكثر من شخصية يعني تفتح شخصيات لا نهائية تمام كل سيبر تفتح شخصيات يكون تقدر بس حاليا لا وكمان اهم شي انك تكون مش ناقل قبلها يعني يكون بس مارك تاتين يوم مع النقل الاخير لانه هاد الحدث حدث شهري هاد بنزل كل شهر فتقدر تنقل كل شهر تقريبا واهم شي بهذا الحدث عشان تقدر تنقل اللي هي تكاليف النقل او تذاكر النقل هزا تذاكر النقل هي حسب قوتك يعني مثلا عندك الحيتان بكون خمس وعشرين وفوق تقريبا تذاكر النقل عندهم لا قوية والوسط يعني مثلي بكون من عشرة لعشرين مثلا وعشان تجمع هاي تكاليف النقل بكل بساطة بتروح على متجر التحالف كل اسبوع بنزله هون تذكرة فأنت كل اسبوع بتجميعهم عندك فبصير عندك تذاكر كثير وقتها تقدر تنقل براحتك بدون ما تشحن تذاكر النقل وهست رح تحكي لي يا خالد ايش في احصل مقاطعات بتنصحني انقول عليها هست المقاطعات العربية اقوى تحالف عربي يعني حاليا موجود لهو تحالف في سيبر السبوع وسبعين فاللي قريب من سبوع وسبعين وحابت انقول لانه بس احكي معي او احكي مع قائد تحالفي اللي هو ايكي بيه وعندكم السيبر الثاني اللي باعرفه انا اللي فيه تحالف عربي قوي اللي هو سيبر 90 فيه عرب هناك فيه تحالف عربي قوي والسيبر الثالث اللي هو سيبر 91 طبعا مقاطعة 91 فيه كثير عرب فبتدر تنقل هناك في زن تحالف هسا بعد سيبرات هدول بعد سيبرات 100 ما بعرف اذا فيه تحالفات قوية بس في عندك 101 هذا اللي باعرفه تقريبا يعني انت بتقدر تشوف وتسأل وتدور فيه شوف زي ما شايفين فيه كثير تحالفات حاكمين عرب فبتدر تنقل اي من تحالفات الدول اللي ناسبك طبعا اذا بتعرف حدا هناك يسأله عن السيرفر فيه حروب فيه ابصريش قبل ما تنقلوا التورط تمام وكمان فيه جروبات طيلا تفوتها فيه تجمع عربي هناك مثلا فيه عندك جروب ديسكورد بحط لكم رابطه بطريق الاول وعند بك على الفيسبوك فيه جروب هناك الناس بنزلوا عن سيرفراتهم فبتقدر تروح هناك وتشوف سيرفر للناس بقتوا نقل عليه وعسا بالنسبة للمجمعات بنقل المقاطعة حسان المجمعات دائما متغيرة يا شباب مش شرط انك دائما تكون من نفس المجموعة او نفس السيرفرات المجموعة تكون نفسها يعني احنا مثلا المرة الماضية كان هي مجموعتنا الثالثة تمام المرة الماضية كانت من سيرفر 8 لسيرفر 80 بس حاليا من سيرفر 20 لسيرفر 132 يعني كل فترة بغيروا شوي حزب الابطال اذا بنزل عندك ابطال جدد يعني احنا مثلا سيرفر قديم 77 بكون نازل عندنا ابطال جديد فبحطوناش مع السيرفرات اللي فالسيرفرات اللي بعدين بكونش نازل عندهم فاكيد مش رايح حطونا معهم تمام فهي بتعتمد على الابطال وعالشغلات النازل عندك جديد مثلا مش نازل عند سيرفرات تعني وبس هيك اخواني يا ريت ما اكون زيت اشي وهاظ هو كل بالفيديو وبتمنى يكون اعجبكم لا تنسوا تحط لايك واشتراك ويلا السلام عليكم